في حلقة جديدة من مسلسل التهويد تواصل آليات الاحتلال حفرياتها الغامضة في محيط المسجد الأقصى خصوصا في منطقتين حائط البراق والقصور الأموية وباتت تشكل خطرا على أساسات الحرم القدسي الشريف نعم ضمن مخطط الاحتلال لمحاصرة المسجد الأقصى بالحفريات وهذه جزء من هذه الحفريات التي يريد بها الاحتلال إحاطة ومحاصرة المسجد الأقصى المبارك أولا هذه المنطقة مليئة بالكنز والآثار العربية الإسلامية التي تدلل علىها الهوية الحقيقية لمدينة القدس العربية ولذلك الاحتلال يعمل أولا على وقام بطمس حوالي 70 إلى 80% من الآثار فوق سطح الأرض أيضا بدأ الآن وخاصة أن الحفريات بدأت من مسافة السفر عن المسجد الأقصى سحب أترب وصخور أسفل ساحات وأسفل أساسات المسجد الأقصى مما يشكل خطر واضح ومحدق على الأبنية وعلى أصوار المسجد الأقصى المبارك الحفريات المستمرة منذ عام 67 وازدادت حدتها منذ خمس سنوات تسببت بسقوط حجارة في أسوار الأقصى وتشققات في المنطقة الغربية قرب المتحف الإسلامي وباب المغاربة فهذه أيضا مجزرة تاريخية يعني أن ليس فقط اعتداء على أرض الأوقاف التي هي في القصور الألموية وساحة البوراق هي تابعة للأوقاف الإسلامية وللمسجد الأقصى المبارك وأيضا تؤثر على أساسات المسجد الأقصى وأيضا مخالفة لقرارات اليونسكو والأمم المتحدة التي دعت إلى توقف هذه الحفريات التي تشكل خطرا على الآثار وأيضا تشكل خطرا على المسجد الأقصى المبارك فلذلك نناشد الدول العربية والإسلامية أن تقف إلى جانب الموقف الأردني بوقف هذه الحفريات فورا التي تشكل خطرا على أساسات المسجد الأقصى المبارك أمام صمت عالمي مريب تواصل سلطات الاحتلال تمسى وتزوير تاريخ المدينة المقدسة الصارخة بمعالمها تاريخا وحضارة عربية وهي تسابق الزمن لبناء الهيكل المزعوم هنا في منطقة القصور الأموية يواجه التاريخ العريق أخترى عمليات التهويد والأسرل في محاولة لخلق رواية تصنع تاريخا مزعوما للمحتلين في المدينة المقدسة ليالي عيد مدينة القدس